بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الرابع من الشابطر الثالث بين عنوان Centering the Drawing سوف نشرح كيفية رسم المجسم بتاعنا والمنظور في وسط اللوحة يعني هذه اللوحة بتاعنا لازم نعرف نحدد نقطة البداية بتاع المنظور بتاعنا افترض لو حددناها خطأ وبدأنا نرسم من هنا ممكن تكون جزء من الرسمة برا اللوحة وكده تكون الرسمة بتاعنا خطأ يعني تحديد نقطة البداية دي مهمة جدا في رسم المنظور عشان نحدد نقطة البداية في بعض المعلومات الرياضية المهمة لازم نعرفها هنا اخذنا المثلث قائم الزاوية ونعرف انه كوزاين 30 هو يساوي A يساوي AB اللي هو الوتر او المجاور على A على الوتر اللي هو AC يعني من هنا ممكن نكتب انه AB تساوي AC ضرب A ضرب كوزاين 30 كوزاين 30 هي تساوي 0.866 يعني في النهاية محتاجين نعرف انه AB هذا الطول الذلع اللي هو المجاور يساوي A يساوي 0.866 اللي هو كوزاين 30 ضرب A ضرب AC اللي هو A اللي هو الوتر دي معلومة مهمة محتاجين نعرفها المجاور يساوي A يساوي كوزاين 30 ضرب A ضرب الوتر المعلومة الثانية اللي محتاجين نعرفها هي A هي انه ساين 30 هي تساوي A تساوي BC اللي هو المقابل على A على الوتر اللي هو الAC من المعدلة دي ممكن نكتب BC يساوي الAC ضرب ساين 30 نعوض ساين 30 بأي بسفر خمسة ساين 30 هي تساوي سفر خمسة هنتحصل على ايه هنتحصل على بي سي تساوي سفر خمسة ضرب AC يعني ايه بكل بساطة يعني الظلع المقابل الظلع المقابل اللي هو هنا بي سي يساوي ايه يساوي سفر خمسة ضرب ايه ضرب الوتر بتاعنا ودي معادلة مهمة محتاجينها عشان نحسب ايه نقطة البداية لما نيجي نرسم المنظور خلينا ناخد المثال التالي هذا المثال بتاعنا والسؤال هو المفروض اعادة رسم هذا المجسم عشان نرسم المجسم ده او المنظور ده والليزومتريك محتاجين نعرف نقطة البداية هذه نقطة البداية عندنا ده الاكس بتاعي ده الواي وده ايه وده زد بتاعي وعايزين نحدد نقطة البداية هنا عندي في اتجاه في اتجاه الاكس عندي مسافة تساوي ثمانين زايد ايه زايد اربعين ده اول حاجة لازم نعرفها ونحددها يعني هروح في اتجاه الاكس مسافة كم مسافة مية وعشرين هروح في اتجاه الواي مسافة مئة جبناها منين مئة هي سبعين زايد ايه زايد خمستاشر زايد ايه زايد خمستاشر اللي هي المسافة دي دي بتعطينا مية وهروح في اتجاه الزد اللي هو ارتفاع المنظور بتاعنا مسافة ثمانين جبتها منين ثمانين عندي خمسين هنا ارتفاع زايد ايه زايد ثلاثين خمسين زايد ثلاثين بيعطينا كم؟ بيعطينا ثمانين وكده حددت أبعاد المنظور بتاعي في اتجاه الـ X 120 في اتجاه الـ Y 100 في اتجاه Z 80 نكمل البوكس بتاعنا ومتوازن المستطيلات اللي هنرسم دخله المنظور هنا هارتفع من مسافة ثمانين من ناحية التانية كمان هارتفع مسافة ثمانين ونوصل النقطة هذه بهذه وبعدها النقطة هذه بهذه وهذه بهذه يعني المنظور بتاعنا هيكون فين؟ هيكون داخل متوازن المستطيلات ده داخل البوكس ده لكن السؤال فين هي نقطة البداية؟ يعني ايه؟ كم هي المسافة دي من تحت الورقة وكم هذه المسافة من اليمين الورقة؟ تحديد نقطة البداية يحتاج نجيب المسافة دي ممكن نسميه L1 ونجيب المسافة دي ممكن نسميه L2 عشان نحدد مكان نقطة البداية هنحاول نحسب الارتفاع الكل بتاع البوكس أو متوازن المستطيلات اللي حيكون موجود فيه A المنظور بتاعه يعني المنظور هذا ليزومترك ده حيكون داخل A داخل البوكس ده الارتفاع ده الكل هو المفروض A هو المفروض 05 اللي هو ساين 30 ضرب 100 100 هي A هي طول الذلعة اللي هي نفس طول الذلعة اللي هي نفس طول الذلعة السفر 5 دي قلنا هي ساين 30 هذه الزاوية بتاعي 30 هذه الزاوية بتاعي درجة وهذا الذلعة المقابل قلنا يساوي A يساوي ساين 30 ضرب A ضرب طول الوتر هذا الوتر بتاعي اللي طوله 100 هنضيف لأي الخمسين دي هنضيف لها كم هنضيف لها 80 اللي هي طول الذلعة ده 80 وهنضيف لها 80 كمان طول الذلعة ده اللي هو الذلعة المقابل بتاع المثلث بتاعي اللي هو يساوي 05 اللي هي ساين 30 ضرب 120 120 هي طول الوتر بتاعي في المثلث ده هنتحصل على ايه هنتحصل على 60 يعني في النهاية الارتفاع الكل بتاع البوكس بتاعي يساوي ايه ساوي 50 زايد 80 زايد 60 50 زايد 80 زايد 60 بتعطينا 190 يعني نقسم على كم ونقسم على ايه على اثنين ليه نقسم على اثنين لانه عندي فراغ فوق وعندي فراغ تحت كل فراغ ده بيمثل كم بيمثل 28 ملي متر يعني مكان نقطة البداية حيكون فين حيكون على ارتفاع 28 من تحت ارتفاع 28 ملي متر باقي باقي المسافة اللي هنجيبها من اليمين هنا هنعمل نفس الحاجة هنحسب العرض بتاع المجسم بتاعي هذا العرض كله هحاول احسب عندي اول مسافة اللي هي هذه وعندي هنا الزاوية 30 يعني المسافة دي اللي هي بتمثل المجاور قلنا يساوي ايه المجاور يساوي كوزاين 30 ضارب ايه ضارب طول الوتر بتاعنا اللي هو 100 0866 ضارب 100 بيعطينا 87 يعني الخط ده الافقي طوله كم طوله 87 باقي ايه باقي الجزء ده اللي هو ايه اللي هو الخط او الظلع المجاور بتاع المثلث بتاعي وهنا عندي ايه زاوية 30 وان المجاور يساوي كوزاين 30 ضارب طول الوتر الوتر بتاعي ده هو 120 كوزاين 30 08 6 6 ضارب 120 بيعطيني كم يعطيني 104 يعني العرض الكلي بتاع البوكس بتاعي العرض ده الكلي يساوي 87 زايد 104 87 زايد 104 يساوي 191 90 نصف الورقة بتاعي نصف الورقة هو 200 ملي متر هذي 200 بتاعي 200 ملي متر هنشيل 191 هنشيل ها من 2 هنشيل ها من 200 ونقسمها على 2 هنتحصل على 4 يعني ايه الاربعة دي بتمثل ايه الاربعة بتمثل الفراغ ده 4 ملي متر وده الفراغ ده 4 ملي متر يعني لو عايز تحصل على مكان نجدة البداية لازم اجمع المسافة دي مع المسافة دي يعني اجمع 104 اجمع 104 زايد 4 104 زايد 4 هتحصل على 108 يعني المسافة دي كلها من هنا من يمين الورقة للمركز بتاعي هي تساوي 108 وكده حصلت على مكان نجدة البداية اشتركوا في القناة